السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسعيد بالتواصل معكم الدائم وأتمنى أن يبقى حبلا مبدودا بيننا وأن تتطور هذه الحلقات لتحاول ما أمكن أن تصل إلى الهدف المنشود هو تحريك الأدمغة تحريك البركة الآسنة البركة التي تم إيقافها وتحولت إلى برك جامدة مدة 14 قرنان بالوقوف على ما في هذه الكتب التي وصلتنا عبر مئات السنين ما فيها من طوام ما فيها من أمور العقلانية من خرافات من أفكار كراهية من الكذب الواضح على الرسول من كل شيء حتى تقف على الحقيقة التي يخفيها الشيوخ الحقيقة التي لا يريدون أن نعريها لذلك تجد أدنابهم يتحركون بكل الوسائل كي يوقف مد عملنا كي يظهرون بمظهر الغبي بمظهر وهم لا يستطيعون الرد فردودهم عبارة عن سباب وشتم ونحن لا ننزل إلى هذا المستوى وردنا هو الاستمرار ثم الاستمرار ثم الاستمرار في عملنا أخواتي إخواني سأنقو لكم اليوم نصوصا تعبر عن اعتراف أبي هريرة بالكذب على الرسول وهي من نصوص صحيحة يعتبرونها صحيحة لا يصلها أدنى شك الحديث الأول رواه البخالي في صحيحه تحت رقم 5355 يقول فيه حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما ترك غناء واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول تقول الأر المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ويقول العبد أطعمني واستعملني ويقول الإبن أطعمني إلى من تدعني فقالوا يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هذا من كيس أبي هريرة هذا من كيس أبي هريرة إذن في أول الكلام يقولهم أبو هريرة قال رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يسرد أفضل الصدقة ما ترك غناء واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ويقول عبد أطعمني واستعملني ويقول الإبن أطعمني إلى من تدعني فقالوا يا أبا هريرة سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أهذا كلام فعلا قاله الرسول يعني كانوا يشكون دائما يطرحون عليه بهذه الأسئلة أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبدأ في وضع الأحاديث وهذا باعترافه هو في أصح كتاب بعد كتاب الله يصرح إذن أبو هريرة أي ينسب إلى هذه الشخصية لأننا وضعنا حلقة نوضح فيها لا دليل على وجود هذه الشخصية ينسب إلى هذه الشخصية التي لا نعرف عنها شيئا أنه سمع من الرسول هذا الكلام يحدث به على أنه كلام الرسول لكن ما إن يسأله السائل سؤالا إنكاريا تشكيكيا هل فعلا سمع الرسول يقول هذا الكلام هل فعلا سمعت هذا من رسول الله حتى يعترف حتى يعترف بأن ما رواه عن رسول الله في الحقيقة كان من كيس أبي هريرة لكنه نسبه للرسول وبالتالي فإن ما نسبه للرسول من هذا الحديث أو في هذا الحديث ويمكن أن نشك في جميع الأحاديث لم يكن إلا كذبة ألقاها وهذا كان شيئا معروف عن هذه الشخصية حسب الروايات التي نشك في وجودها أصلا فكم من مرة تحدث عن فعل لرسول الله حسب الروايات الحديثية التي يعتبرها المحدثون صحيحة فما إن يتم الاعتراض عليه بقول إحدى أمهات المؤمنين حتى يتراجع عن قوله لكن يبقى أبو هريرة أكثر من رواه عن رسول الله والأحاديث الغريبة التي رواها عن النبي تملأ كتب الحديث ولا يجوز لأحد أن يشكك فيها أو يرفض ما يرويه عن الرسول رغم غرابته رغم تبوت الكذب عليه واعترافه مرات عدة بذلك ورغم أنه ينسب لعمر المخطاب أنه منعه من تحديث عن الرسول غير أن هؤلاء المقدسين للطرات بكلكله ومقدسين لرجاله أجمعهم صرعان ما ينبرون لتفسيقنا وتكفيرنا إن نحن جرحنا أبا هريرة من خلال كتبهم أو شككنا في وجوده هذا الذي لا يعرف عنه إلا ما رواه عن نفسه والذي تم الاختلاف في هويته اختلافا كبيرا من يكون؟ لا أحد يخزم بمعرفة اسمه الحقيقي أو اسم أبيه أو اسم أمه أو اسم أحواء أو معرفة أحواله لا أحد لا أحد يعرف على وجه التحديد نسبه ولا نسله ولا قبيلته بالتحديد ذكرت له قبائل ينتمي إليها إنه من أغمض الشخصيات التاريخية التي لا دليل على وجودها أصلا لكن الويل ثم الويل لمن يتجرأ على انتقادها الويل ثم الويل لمن يتجرأ على انتقاد هذه الشخصية أو حتى لمزها أو حتى التساؤل حولها فهي شخصية مقدسة بعضهم أخواتي يحاول تبرير هذا الاعتراف بالكذب في هذا الحديث الذي أوردنا بخصوص كيسي أبي هريرة على أنه يقصد الزيادة الأخيرة في الحديث على أنها من كيسي أبي هريرة معتمدين على ما رواه أحمد في مسنده لكن إذا تمعنا في نص الحديث كما في صحيح البخاري لا يمكن أن نستنتج أن السائل يسأل عن آخر الحديث لأنه ورد دفعة واحدة فسؤال السائل كان حول كل الكلام الصادر عن رسول الله كما نسبه إليه أبا هريرة ليتراجع أبو هريرة عن ذلك مبينا أن كيسه هو مصدر هذا الحديث وحتى لو كان المقصود آخر الحديث بأنه زيادة لأبي هريرة فهل هذا ينفي عنه الزعمة بأن تلك الزيادة كان ينسبها للرسول هو استرسل في الحديث بعد قوله قال رسول الله وقد أورد البخاري نفس الحديث كاملا في الأدب المفرد لكنه لم يذكر شيئا عن كيس أبي هريرة ليبقى الحديث في الأدب المفرد كله منصوبا للرسول وليس فيه كيس أبي هريرة هذه ليست المرة أولى التي ينسب فيها أبا هريرة أو ينسب فيها أبو هريرة شيئا للرسول ويتراجع عنه فقد أورد ابن عبد البر في التمهيد هذه القصة من رواية مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام يقول كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فذكر له أن أبا هريرة يقول من أصبح جنوبا أفطر ذلك اليوم فقال مروان أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى المؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسألنهما عن ذلك فذهب عبد الرحمن وذهبت معه وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها ثم قال يا أم المؤمنين إنا كنا عند مروان فذكر له أن أبا هريرة يقول من أصبح جنوبا أفطر ذلك اليوم قالت عائشة ليس كما قال أبا هريرة ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال عبد الرحمن لا والله قالت عائشة فاشهد فاشهد على رسول الله أنه كان يصبح جنوبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم قال ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة فسألها عن ذلك فقالت مثل ما قالت عائشة قال فخرجنا حتى جئنا مروان ابن الحكم فذكر له عبد الرحمن ما قالت فقال مروان أقسمت عليك يا أبا محمد لتبركب الندابة فإنها بالباب فلتذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرض العراق فلتخبرنه ذلك فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك فقال أبو هريرة لا علمني بذلك إنما أخبرنيه مخبر أخبرنيه مخبر فانظر أخي انظر أختي كيف يتراجع بسرعة بعد أن كان قد دلس في السابق أنه فعل رسول وتعترض عليه عائشة بصرامة مبدية غرابة ما يحدث به عن رسول الله مما لا يعرفونه عنه فيرد عليها بقلة أدب ووقاحة كما جاء في المصدرك الحاكم من طريق خالد بن سعيد بن عمر بن سعيد بن العاص عن أبي عن عائشة أنها دعت أبا هريرة فقالت يا أبا هريرة ما هذه الأحاديث التي تبلغنا أنك تحدث بها عن النبي صلى الله عليه وسلم هل سمعت إلا ما سمعنا وهل رأيت إلا ما رأينا يعني هل أنت كنت تسمع أشياء لا نسمعها نحن وهل كنت ترى من الرسول ما لا نراه نحن قال يا أماه إنه كان يشغلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المرآة والمكحلة والتصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كنت قابل الماكياج كنت مديهاش في الرسول لا تتعلمين من الرسول هذه قلة أدب مع أم المؤمنين وتجاوز للحد معها أخواتي إخواني أريد أن ألقي ملحوظة في نهاية هذه الحلقة أن معظم الشخصيات التي تحدث عنها التراث الإسلامي لا دليل تاريخي ماد على وجودها إنما نورد هذه الاستشهادات فقط من باب إقامة الحج على الآخر الذي يعتبر كل ما ورد في الأحاديث التي يعتبرها المحدثون صحيحة هو صحيح كما يعتبرون الروايات الشفاهية التي تم تدوينها بعد مئات سنين على وفاة الرسول صحيحة رغم أنه لا توجد شواهد أو آطار أركيولوجيا أو كوديكولوجيا أو نقاشة أو غيرها توتق لهذه الشخصيات نكتفي بهذا القدر وتحية إليكم وإلى لقاء قادم شكرا لكم